بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم محلقة جديدة وبالنامجكم ساعة صحتك. بالنامج ساعة صحتك. بالنامج صحي. طبي. هنتكلم فيه في كل المشاكل اللي بتهمنا. مشاكل العزام. السمنة والنحافة. الشعر والبشرة. ومشاكل كتير جدا. هنقدم كل الحلول ليها. موضوع حلقة النهاردة هيكون عن الشعر طبعا تاج المرأة. النهاردة حلقة خاصة جدا ومتميزة جدا عن الشعر وتساقط الشعر واسبابه. والتغلب على كل المشاكل بتاعه. اه حيكون معنا ان شاء الله ضيف البرنامج الدائم. اه الدكتور وحيد عبدالعيل. دكتور وحيد عبدالعيل هو اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل. وزميل الكلية الامريكية للطب المهني. وامراض البيئة. وعضو الاتحاد العالمي للطب البديل والتكميلي. اه دكتور وحيد عبدالعيل حاصل على دبلومة الدراسات التكملية في التغذية العلاجية من جمعة ماججيل بمونتريال كندا. وحاصل على جائسة افضل طبيب. اه في الطب البديل لعام 2011 من مستشفى اه ميديكال بروفشنال في فرنسا. دكتور وحيد بنرحب بحضرتك معنا في برنامج ساعة صحتك. مراحب بك افضل. اه حقيقة دكتور جالنا ناس كتير جدا بتشتكي من مشاكل تساقط الشعر. اه واعتقد ان دي مشكلة من اهم مشاكل للشعر. ممكن حكي تقول لنا ايه اهم اسباب تساقط الشعر? اسباب اه تساقط الشعر اسبابه كتيرة جدا هنختصر بينها مجموعة بسيطة علشان اه الوقت يعني. الاول حاجة من ازباب التساقط الاجهاد البدني اه اه او والتوتر العصبي والارك والارك وده امر عارض مش كل وقت اعبه فيه ايجاد بدني او او تواطر العصبي. زيادة فيتامين اي اه وزيادة فيتامين اي ده بيبقى في الحليب الكامل الدسم وفي البيض اه وفي البطاطس وفي البطاطا. اه نقص فيتامين اه اه بي 12. اه وده برضو الناس بتعني من انيميا او الناس اللي مريضة بمرض السكر. اه نقص البروتين اه وده موجود في اللحم والدواجن. ايضا زيادة البروتين هيؤدي الى الى نقرس. اه الصالع الوراثي. وده بيرجع لهرمون الزكورة وهرمون الانوسة او الجينات الورثية عموما وفي احساب يتقول ان كل 3 رجالة فيهم رجلين مصابين بالصلاة اي ان الاحساب يعني بيعدي 70% او 60% من الرجال مصابين بالصلاة وده يبرجع ان هرمون الزكورة بيبقى عالي طيب هرمون الزكورة بيعلى ايه ازاي عند الرجل وبيعلى زاي عند الست هو ده اهم حاجة في اسباب تساقط الشعر ان هرمون الزكورة عندي ما يعلاش احد اسباب الرئيسية للصلاة مش للتساقط كمان اللي هو اخطر من الصلاة الهرمون هرمون الزكورة بيجي عند الرجل بسبب منشطات الجنسية عموما او بسبب الامونيا او الحاجات اللي بياخدها التسطنون او الزيت السوية اللي بياخدوا اثناء الجيم عشان يكون عضلات او كممكن تلعب جيم تكون عضلات كحاجة رياضة لكن ما تاخدش منشطات او حاجة تزود لك عضلات او كده ده بيزود بيزود معايا هرمون الزكورة وبالتالي بيحصل صلاة ايضا الست لما بتاخد منشطات اثناء بيكون اتأخر الانجاب فبترجع للمنشطات للحمل ده بيرفع هرمون الزكورة وبالتالي بيعملها تساقط وممكن يعملها صلع كذلك ادوية الاكتئاب وادوية منع الحمل دي كلها البنات اللي هي عايزة تدخن وبتاخد حقا تستنون عشان وزنها يزيد او عشان تفتح الشهية بيها ده بيرفع هرمون الزكورة عندها وبالتالي بيجي لها تساقط في الشعر اذا هرمون الزكورة ارتفاعه بيعمل لي تساقط في الشعر سواء للراجل او للمرأة للراجل او للمرأة الامراض الجلدية زي السعلبة والصدفية وقشر الشعر دي برضو العلاج الكيميائي من الحاجات اللي هي بتدمر الخلايا التسخين باستمرار على الشعر والاماكن الحرة تسخين باستمرار زي الاستشوار وكده على الشعر بيؤدي لسقوطه وتقصفه ايضا الضفائر الديقة اللي بتتعمل البنات او اللي شد الشعر او اللي مش تتضيع ده وبسرح بطريقة عنيفة جدا ده بيعمل لي مشاكل للتساقط الشعر تقرر السبغة بالكسوجين او بالامونيا ده بيعمل لي قشر في الشعر وبيعمل لي تساقط في الشعر. دي اسباب بسيطة وسريعة لكن اسباب التساقط الشعر ازباب كتيرة جدا وده اختصارا يعني اهم اسباب تساقط الشعر. طيب دي كانت اهم اسباب تساقط الشعر اذا هل Ridge ممكن تقول لي إمتى أنا أقول إن تساقط الشعر ده ضر على جسم الإنسان أو حاجة مضرة جداً أو إن هو يكون ده تساقط طبيعي ممكن يحصل عادي لغاية قد إيه؟ ده سؤال كويس جداً هو التساقط الطبيعي من 20 إلى 50 شعرة في اليوم مش في التسريحة فأنا عشان كده استخدام التسريح باستمرار للشعر ده بيجهدوا فمن 20 إلى 50 شعرة طب هو شعر قد متوسط الشعر للإنسان حوالي 100 ألف شعرة فمن 20 إلى 50 ده مش حاجة سيء لو أنا حسيت إن هو التساقط بيزداد يعني حاسس إن الكمية دي زيادة يبدأ تساقط للشعر فعلاً يبدأ تساقط ومحتاج علاج محتاج أنا أعرف أشوف من الأسباب اللي إحنا قلناها إيه هو السبب عشان أقدر أعلم تمام طيب لو قلنا إن مثلاً يعني حاجة في النقطة دي معنش عايزة أوضح برضو فيها حاجة يعني لو حد مش بيسرح شعره مثلاً نايم وصحي لقى شعر على المخدة ده يبقى تساقط ده يبقى تساقط ده يبقى هنا نخاف هنا خاف وبعدين أنا لو ما سكت بصيدة الشعر لقيت فيها نقطة بيضة كده أعرف ده تساقط لو بسكتها ولقيتها ما فاش نقطة بيضة يبدأ يتقصف التساقط بنلاقي في الآخر الجدر بتاع الشعر نقطة البيضة دي لا جد شعر طيب عايزة أسأل حضرات كمان إيه اللي بيخلي الشعر يتلف أو يتقصف كمان إحنا سمعنا كتير قوي إن فيه ناس يقولك لو شعرك ما أصف هاتي أطراف الشعر قصيها هل ده علمي وحاجة صحيحة ولا ده تصرف خاطئ سؤال كويس لأن هو ده أولا ده مفيش علاج هجيب نتيجة لتلف الشعر أو لتقصفه إلا ما قص ملي أو 2 ملي من الأطراف لأن الشعر ده عامل زي الأنبوبة لما بيحصل تلف للشعر أو بيحصل تقصف للشعر بيكون الطبقة الخارجية دي خلاص بها هاتيت وقفلت يكون الأنبوب قفل من قدام فمهما خدت علاج للتقصف مش هجيب نتيجة إلا لما أخد الملي ده من الشعر طب الملي ده أخده قد إيه يفضل أخده كل شهر أو كل شهرين علشان أفتح الأنبوب علشان أقدر أعالج أعمل علاج لتقصف الشعر أو لتلف الشعر طيب إحنا قلنا من أسباب بقى اللي هو بيخليه يتلف المواد الخارجية يعني يا النظافة باستمرار يقلة النظافة اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط يعني مش كل شوية قاعد أكسل في الشعر وقاعد مش كل شوية ومش يسيبه فترة كبيرة مخسلهوش يبقى الإفراط في الشيء نفسه يؤدي إلى تلف للشعر وتقصف طيب إحنا كده دلوقتي عرفنا إيه هي أهم المشاكل اللي بيعاني منها الشعر من التقصف من التلف لسه عايزين نعرف حاجات كتير قاوية عن فروة الراس وأسباب القشرة بتيجي منين وحاجات كتيرة جدا من استخدام الزيوت والكريمات وأنواع الشمبواط اللي احنا نقدر نستخدمها